اهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حوار الاسبوع التي نخصصها للحديث عن اقطاع الصناعي المصري الواقع والتحديات نصدق في هذه الحلقة السيد حاتم صالح وزير الصناع والتجارة الخارجية المصري لدي عادة لتوه من جولة اوروبية شاملة ثلاث دول بهدف الترويج للاستثمار في مصر وهي فرنسا وايطاليا واسبانيا اهلا بكم مع الوزير اهلا وسهلا يا فنم واهلا بمشاهديك الكرام بداية وقبل ان ندخل الى الزيارة الاوروبية نود ان نتعرف على اهم مؤشرات اداء القطاع الصناعي المصري خلال هذه الملحلة والله طبعا هو مما لا شك فيه قطاع الصناع منذ بداية الثورة وحتى تولي هذه الحكومة كان يعاني من صعوبات كبيرة وكانت معدلات النمو سالبة وكان اهم التحديات لما بدأنا عمل الحكومة هو موضوع الاضرابات العملية طبعا احنا تولينا المسئولية في 2008 2012 في هذا التوقيت كان معدل الاضرابات العملية تجاوز يمكن الـ 20% في هذا الوقت وده معدل كبير جدا لما نقول 20% من مصانع مصر بها اضرابات عملية فده معدل كبير طبعا كانت اضراباتي اما مستمرة او متقطعة ولكن كان معدل كبير جدا وكان تحدي كبير جدا بالنسبة لنا الحقيقة بدأنا نضع خطة مع وزارة القوى العاملة وابتدينا ان احنا يعني ومع المصانع وابتدينا نعمل نحاول نعمل الوسطات ما بين اصحاب الاعمال والعمال ويبقى فيه نوع من انواع المجهودات في هذا الاطار الحمد لله ان انا قدر اقول النهاردة بعد 19 شهور من عمل الحكومة ان احنا النهاردة نزلنا لقال من 0.5% في مسئلة الاضرابات طبعا الوضع السياسي ايضا اضطرابه الفترة اللي فاتت زي ما اقول تأثر على النمو الصداعي كان بالسالب ناقص 3 وناقص 4 اقدر اقول برضو دلوقتي ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا في 19 شهور دولار نوصل لزائد 3% تقريبا يعني اعتبر معدل كويس انه سابق معدل النمو العام بحوالي 1% فانا اعتبر احنا من القطاعات اللي بتجر الاقتصاد الى الامام اقتربنا من نهاية العام المالي ما هي توقعتكم لنمو الاداء للصناع المصر خلال هذه المرحلة انا اتوقع ان هو يبقى في حدود الثلاثة في المية بالموجب وده اعتبر يعني لو احنا وصلنا لكده وقربنا من لكده اعتبر بالنسبة للأوضاع السياسية في العام المالي ده والاضطرابات اللي حصلت وشوفناها يعتبر حاجة ايجابية جدا وان شاء الله السنة الجاية نأمل ان احنا نعدي الـ 4% نوصل الـ 4-4.5% فده برضو يعني بداية باقي زيادة كويسة جدا عندنا عدد مصنع كبير الحياة دخل الخدمة في العشر شهور اللي فاتوا يعني اعطينا اكتر من الف مصنع رخص التشغيل الاول مرة فده برضو حاجة ايجابية جدا حلنا كثير من مشاكل المصنع المتعثرة اكتر من 122 مصنع متعثر اعادنا تشغيلهم مرة اخرى يعني الحمد لله اقدر اقول يعني في العشر شهور دولا في مشاكل كثيرة جدا الاقتصاد بدأت دماء تعود فيه مرة اخرى والصناعة قطرة مهمة جدا لعودة الدماء لهذا الاقتصاد لكن بخلاف حالة عدم الاستقرار السياسي والامن هل هناك ايضا معوقات فنية اخرى حالة دون النمو والجهد للقطاع الصناع المصر طبعا هو بالتأكيد هي يعني الهم مشكلة كانت حالة التراب السياسي يعني ده كان بيأثر على زي ما قلت لك الحالة المزاجية في ناحية العمال ايضا الحالة الامنية والنقل البضايا وحاجة زي كده والحقيقة فيه تحسن كبير جدا في المجالين دولنس او في الحالة الامنية او ناحية الادرابات الحاجة التحدي التالت هو تحدي الطاقة بمنتهى الامان الطاقة تحدي كبير كان للصناعة المصرية في الفترة اللي فاتت وهو تحدي موروث نتيجة ان احنا طبعا كان فيه سوق من وجهة نظري سوق تخطيط للطاقة بالنسبة للصناعة في السنوات الماضية في العهد السابق يكفي ان اقول لحضرتك ان 100 مصنع 100 مصنع بيستهلكوا 70% من الطاقة الموجهة للصناعة و100 ألف مصنع بيستهلكوا البقية اللي هي 30% من الطاقة الموجهة للصناعة وطبعا الميت مصنع دولا مع رغم استهلاكهم لـ 70% من الطاقة الى انهم فقط بيوظفوا اقل من 1% من الطاقة العاملة اللي موجودة في الصناعة بيسهموا بحوالي 4 او 5% من الناتج الصناعي فالتخطيط الصناعي لو انت بتعمله من اول وجديد هتبطيط تفكر فيه بشكل مختلف فعشان كده احنا خدنا بتدينا يعني نواجه المشكلة دي بعدة محاور اول محور ان احنا الحقيقة رفعنا اسعار الطاقة بالنسبة للمصنع الكسيفة الاستهلاك اللي هم الميت مصنع دولا بنحاول نشوف ايه البدائل نبتدي ان احنا نسمح باستراد الفحم بنشوف دلوقتي تجهزات المواني وكان عندنا اجتماع من يعني من حاولي اسبوع مع عدة وزراء لمناقشة هذا الامر وزي نحن نوجد يعني او نجهز المواني بتاعتنا والطرق وبحيث ان احنا نستهب للفحم الفترة الجاية ايضا يمكن لصناعة زي صناعة الاسمانات انها تستخدم بداية اخرى مثل القمامة تقدر انها تخش بنسبة في الافران ايضا ما يسمى بالطفلة الزيتية ومصر غنية جدا في الطفلة الزيتية وهي عبارة عن طفلة غنية بالمواد البترولية يمكن ان تضاف الافران وتساعد في عملية الحارق ودي بتوفر كتير جدا في الطاقة والحياء دلوقتي يعني بعد رفع الاسعار 6 دولار لكل مليون واحدة حررية لصناعة الاسمانت مثلا النهاردة فعلا هزير بدائل بدأت بينا نشوفها في صناعة الاسمانت لكن على ذكر الفحم بعد ان اعلنتم عن استخدام الفحم في الصناعة المصرية هناك تقارير صدرت تؤكد ان كيف تلجأ مصر الفحم بعد ان تخلت عنه العديد من الدول الاوروبية بسبب تلويث البيئة لا مش صحيح ان اوروبا تخلت عنه في دول كتيرة جدا في اوروبا يعني مش عايزة اسكر الاسمانت بتستخدم الفحم في دول كل دول الشرق الاقصى بتستخدم الفحم يعني انا مش عايزة سامي دول بس دول كثيرة اي دول عندها صناعة اسمانت النهاردة احنا تقريبا الدولة احنا ودولة تانية بنستخدم الفحم في صناعة الاسمانت بنستخدم الغاز عفوا في صناعة الاسمانت انما بقية الدول اللي بتصنع اسمانت هي بتستخدم الفحم بالتأكيد يعني ومش بس الفحم ممكن يساعده في صناعة الأسمنت وأيضا ممكن استخدامه في توليد الطاقة القهربائية وإحنا عارفين الأزامات الموجودة النهاردة فإحنا البداية اللي عندنا محدودة يعني ما هنلاش زي ما نحن عارفين دلوقتي اتبرده أيضا نتيجة بعض الأخطاء اللي حدثت في النظام السوق تصدير الغاز يعني إحنا كنا بنصدر الغاز ب2 دولار وبنستورده ب12 دولار فطبعا مفرقات عجيبة جدا وسوق إدارة شديد فإحنا النهاردة لازم أن نبقى فيه عندنا بدائل عشان نبتد أن نحن نحل المشاكل اللي موجود لا ينبغي أن نقف مكتوف الأيد يعني إحصائيات رسمية صدرت خلال المرحلة الماضية تشير إلى توقف مزيد على ألف مصنع عن العمل ما مدى صحة هذه الإحصائيات؟ حقيقة إحنا أعلننا عن طبعا إحنا بصراحة برضو قبل هذه الحكومة لم يكن هناك أب شرعي للمصنع المتعثرة إحنا أعلننا عن والحقيقة هذا برضو عشان نكون دقيق ده بدأ في الحكومة اللي أبدأ بدأ وزير الصناعة السابق الأسبق لها بدأ في هذا الإعلان وإحنا كملنا عليه وتقدم إلينا ألف وخمسمائة مصنع قالوا أن إحنا متوقفين نتيجة تعثر إحنا كنا حطين محددات للتعثر أو كريتيريا لهذا التعثر لأن مثلا لقينا مصانع في خلافات الورثة بقى لهم سنين يقولك أنا متعثر مصنع تروح تزوره مثلا ما تلقوش مصنع تلاقي بقى حاجة تانية بقى له برضو سنوات فحتنا الحقيقة محددات لهذا التعثر من انطبقت عليه من الألف وخمسمائة لتقدمه هما ربعمائة تمانية وتلاتين مصنع اشتغلنا عليهم لقى حوالي من تمانين لتسعين في المية من هذه المصانع وقفة نتيجة تعثر مالي ومشاكل مع البنوك والباقي نتيجة إما مشاكل في الدعم الفني أو في الترخيص اشتغلنا على كل هذه المشاكل أقدر أقولك أن لحد الوقت اللي احنا فيه ده من ربعمائة تمانية وتلاتين تقريبا حلينا وعادنا تشغيل مية تنين وعشرين مصنع رغم الاتفاق على أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في دعم الاقتصاد المصري لكن الكل يؤكد أنه ليس هناك استراتيجية واضحة ومحددة لدعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة بأمانة يعني برضو أقدر أقولك أن المشروعات الصغيرة ومتوسطة كنا نتعامل معها في الأغاني فقط نغني الصناعات الصغيرة ومتوسطة ولكن زي ما أنت بتقول ما فيش كان استراتيجية موحدة لكن اللي أقدر أدعي أن احنا في وزات الصناعة احنا شعرنا وبزات بعد الثورة أن أحد مطالب الثورة المهمة جدا هي العدالة الاجتماعية وشعرنا أن دورنا في مسألة العدالة الاجتماعية هو في تدعيم الصناعات الصغيرة ومتوسطة بجد ومجرد بالكلام أو بالتصريحات وفعلا وضعنا عدة محاور لهذا الدعم على سبيل المثال للحصر هيئة التنمية الصناعية النهاردة بقى فيها 20% من الأراضي المخصصة للتخصيص بقت للصناعات الصغيرة ومتوسطة بنتكلم النهاردة في مركز تحديث الصناعة بقى عنده تقريبا كل المحاور بتاعته لخدمة الصناعات الصغيرة ومتوسطة سواء في الجودة سواء في التسويق سواء التصدير حتى في المصانع المتعثرة أيضا عنده محور لمساعدة الصناعات الصغيرة ومتوسطة التمويل أيضا وبيشترك فيها السندوق الاجتماعي النهاردة بالذات في تمويل الصناعات الصغيرة ومتنهية الصغر وهو مبالغ كبيرة جدا مرصودة لهذا المشروع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بالتأكيد يتصبوا في صالح الصدرات المصرية هل لديكم خطة بالفعل لإستخدام من خفاض قيمة الجنيه في رفع الصدرات خاصة أن وزارة الصناع والتجارة الخلاجية المصرية كان لديها خطة قديمة لرفع الصدرات سنويا إلى 200 مليار جنيه بالتأكيد احنا عندنا طبعا زي بهاك قلت وانت محق زيادة الدولار بالنسبة للجنيه المصري ده محفز طبيعي للصدرات محفز طبيعي للسياحة محفز طبيعي للاستثمار الأجنبي ومانع طبيعي للواردات فده كله بيساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل صحيح احنا بالإضافة إلى كده طبعا احنا عندنا برنامج لمساندة الصدرات وده ميزانيته 3 واحد من 10 مليار جنيه هذه السنة وان شاء الله بنفكر ان احنا نزوده في السنة الجاية عندنا برامج لتشجيع المعارض الخارجية عندنا برامج لتشجيع الشحن لدول بعينها بتكون الشحن فيها مكلف زي أفريقيا والنهاردة بالفكر ان احنا ايضا ندعم الشحن للدولة زي العراق مثلا بحيث ان احنا نسهل على المصدرين هناك ايضا اتصالات كثيرة جدا جرت في الفترة الماضية كان هناك حذر على بعض المنتجات المصرية لسبب او الاخر في بعض الدول مثل المنتجات الالبان في العراق مثل الفراولة في امريكا مثل كل هذه مثل بعض السلع في الجزائر بدأنا الحقيقة ان احنا باتصالاتنا بهذه الدول تم ازالة هذه العوائق وفتحة هذه الاسواق لهذه المنتجات فحيحنا بندعم الصدرين بشكل كبير وننظر لها لانها قطرة مهمة جدا للاقتصاد وفي نفس الوقت هي المورد الاول للعملة الاجنبية لهذا الاقتصاد وهل نمستم بالفعل الارتفاع خلال الاشطر الماضية في الصدرات المصرية بسبب انخفاض قيمة الجنية بالتأكيد وده حصل في شهر واحد وشهر اثنين زي ما قلت لحضرتك فيه 5% نموه في الصدرات وده يعتبر اكبر معدل نموه في الربع منذ فترة طويلة وانا بتوقع كمان ان بعد المخزونات المقيمة يعني بعد النهاردة فيه لاجئ فاكت زي ما بيقوله وفيه تأخر عندما من الربع الثاني والثالث هنبتدي نشعر بتحسن اكبر بكتير ان شاء الله وطبعا شريطة الاستقرار وضع السياسي وضع السياسي هنا عنصر مهمة جدا ما يبقاش فيه اضربات مواني ما يبقاش فيه الحقيقة وقدر اقولك ان الربع الاولاني كان فيه بعض عدم الاستقرار يعني كان فيه ولكن قدرنا ان احنا نحق فده ما بالك لو فيه استقرار حقيقي فانا اعتقد ان فرصة الاقتصاد ده في الانطلاق فرصة كبيرة جدا ووعدة ان اقتصاد متنوع وفي كل اسباب النمو اعدتم لتويكم من جولة اوروبية شاملت فرنسا وايطاليا وايسبانيا لترويج الاستثمار في مصر كيف تقيمون نتائج هذه الزيارة ولكن اسمح لي ان اسمع الاجابة بعد هذا الفاصل مشاهدين الفاصل القصير نواصل بعده حلقة هذا الاسبوع من برنامج حوال الاسبوع موسيقى